بالله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب اليوم بازن الله في المحاضرة التاسعة من كورس البيميس سنتكلم عن الف سي يو الف سي يو يا اخوانا معناها فان اول حرف اف فان تمام كويل يونت يبقى الف سي يو معناها فان كويل يونت فان كويل يونت هي نفس فكرة ال اي اتش يو اللي احنا شرحناها في المحاضرة التامنا نفس فكرة ال اي اتش يو بس بستخدمها في الاماكن الصغيرة بستخدمها في الاماكن الصغيرة بتكون منتشرة في المبنى وباعداد كبيرة تمام لاني بقدر اتحكم فيها في اعدادات التكييف للزون اللي انا بشتغل آآ عليها آآ الاسم طبعا زي ما قول من كويل من فان فان هي عبارة عن مروحة مروحة لضخ الهوى او سحبه خلي بالك مروحة لضخ الهوى لضخ الهوى او سحبه يبقى انا اما بضخ هوى او بسحب هوا فان كويل هي عبارة عن ملفات تمام اما ملفات كولين كويل ملفات التبريد او هيتين كويل ملفات التسخين يبقى فان كويل معناها مروحة بتسحب او بتضخ الهوى عشان احرك الهوى وبعدين بركب ملف عشان ابدأ اعمل عملية تبريد او تسخين لهوى تمام آآ زي ما انا محتاج حسب التطبيق طبعا الاشكال مهمة جدا يا اخوانا الاشكال مهمة جدا لازم تبقى حافظ الناس طبعا بتوع مهانسين الميكانيكا حافظين اشكال الفان كويل يونيت لو احنا شفنا ده شكل الفان كويل يونيت تمام بتتكون من آآ تقريبا آآ اربع اجزاء الجزء الاولاني اللي هو الموتور هتلاحز هنا هنا في النصف كده هتلاقي موتور رابط على مروحتين لسحب وضخ الهوى يبقى الموتور هو رابط على المروحتين لسحب وضخ الهوى بعدين هتلاقي الداخل هتلاقي كولين كويل ملف تبريد ده يستخدم في تبريد الهوى تمام والفان نفسها الفان اللي هي دي اهي الفان دي اهي هي اللي ركبة على الموتور لضخ الهوى وبيبقى فيه تحت هنا الصاجة دي الحتة اللي تحت دي بتبقى الدرين بين بيسموها الدرين بين دي المكونات الرئيسية كمان الخاصة بالفان كويل يونيت طبعا الدرين بين بينزل منها المية اللي بتهمك سيفها عشان تروح لمن للدرينيج او للصرف؟ الكونسيلت الكونسيلد مهم جدا شكل الكونسيلد وانواع الكونسيلد طبعا الكونسيلد بيركب فيه السقف الساقط اللي هو الدروب سيلنج او المعلق تمام وبيبيركب عليه بيركب عليه ضقت بيركب عليه ضقت الجزء ده مهم جدا يبقى لازم اعارف شكل الكونسيلد اشكال الكونسيلد العديد. النوع ده اللي احنا شايفينه هو ده بنسميه هو fan coil unit من النوع الكاسد كاسد طائب النوع الثاني هوروزنتل كونسيلد فان كول يونيت يبقى ده في figures from on is there,DO Vader is the fan coil unit بالشكل اللي مدور ده بنسميه فان كويل يونت وان. والشكل المستطيل ده بنسميه فان كويل يونت اه تو. وهما الاتنين هوريزينتل كونسيلد. في بعد كده الرأسي اللي هو الشكل ده. نعم? وبعدين هنبدأ نشوف اه منتشر جدا. وهتلاقي الهوريزينتل اكسبوزد دي رأسي. ودي هوريزينتل اللي هي الافقي. النوع وبعد كده يبقى احنا شوفنا هنا في عندي تمن انواع تمن انواع نبدأ نشتغل عليهم نبقى عارفين اشكالهم. رقم واحد الكاسيت الكاسيت طيب فان كويل يونت. ليه دي? كاسيت طيب فان كويل يونت. كاسيت طيب فان كويل يونت. رقم واحد كاسيت طيب. رقم اتنين الهوريزينتل كونسيلد. رقم تلاتة الهوريزينتل كونسيلد فان كويل يونت اتنين. وبعدين رقم اربعة كونسيلد فان كويل يونت. وبعد كده في عندي الهوريزينتل احنا لو ذكرنا تاني مع بعض رقم واحد الكاسيت طيب. رقم واحد الكاسيت طيب. رقم اتنين الهوريزينتل فان كويل يونت اللي هي دائرية بنسمها في كويل يونت وان. بقى كده المستطيلة الهوريزينتل فان كويل يونت. تمام الكونسيلد دي رقم تلاتة. بعد كده الهوريزينتل دي رقم اربعة. رقم خمسة الهوريزينتل اكسبوزد. ورقم سبعة الوول ماونتد ورقم تمانية اللي هي الكابينت تايب فان كويل يونت. مهم جدا تبقى عارف الاشكال. طبعا احنا بنشتغل هنا كبي ام اس اخوانا اللي همنا نقاط التحكم. تمام? الحاجة المهمة جدا لازم تاخد بالك منها اني الفان كويل يونت بيجي معها متحكم صغير خاص بيها. يبقى الفان كويل يونت ليه متحكم خاص بيها. هي بس مسؤول عن مرأبة الحساسات اللي جاية مع الفان كويل يونت كجزء منها. كجزء من المتحكم. يبقى الفان كويل يونت بيجي معها تمام? اه طبعا بيجي معها بلت ان دي دي سي كنترولر. يبقى الجزء اللي هنا ده هو المهم جدا. الفان كويل يونت تركز معايا. بيجي معاها بلت ان بلت ان دي دي سي كنترولر. فين البلت ان دي دي كنترولر. طيب يبقى معلومة مهمة جدا الفان كويل يونت بيجي معها بلت ام دي دي سي كنترولر هو اللي بيعمل عملية التحكم ومراقبة الحساسات اللي ركبة معها وبيتم ربط الفان كويل يونت مع فان كويل يونت تانية او مع دي دي سي تانية تمام من خلال هذا الكنترولر والواصلات اللي هي الرس ربعمية خامسة وتمانين يبقى انا أردبط الفان كويل يونت الاولى الكنترولر بتاعها. مع الفان كويل يونت تانية الطريقة ديه بنسميها داي زي تشين تمام طبعا هو باخد هنا الكنترولر مع الكنترولر بكابل الرس بسبب رس ربعمية خامسة وتمانين ماهو من اربطها طبعا مع دي دي سي بالي الرئيسية. واربط دي دي سي بالي مع دي دي سي بالي بار اس. ربعمية خمسة وتماني يبقى الكنترولر ده البلت ان هو كأنه دي دي سي مستقل خاص بالاف سي يو تمام طبعا ده شكل المتحكم او الكنترولر تمام اللي احنا بنشتغل عليه والتوصلات بتاعته وازاي لو انا فكيت الجزء ده اللي في الجنب اهو اهو ده فكيت الوش ده او الغطى ده هروح شايف الكنترولر الداخلي او المتحكم الداخلي كأنه دي دي سي خاصة بالفان كويل اه يونت طبعا احنا كمهندسين اللي همنا لو حد التحكم وطريقة التحكم مع الفان كويل يونت تبقى الفان كويل يونت تمام ده بنسميه الفان كويل يونت توبايب كنترول دايجرام الكنترول دايجرام بتاع الفان كويل يونت شكله ازاي طبعا دي هي دي العلبة اللي بتبقى موجودة مع الفان كويل يونت معناها ايه لوكل ميكانيكل كنترول بانيه المسي بي معناها المسي بي لوكل ميكانيكل كنترول بانيه دي لوحة التحكم اللي بتبقى مربوطة على الفان كويل يونت اهو واخد منها كنترول ورايح على الفان اللي هي المروحة وبعدها هنا الكويل وبعدها الكويل وحاطط دلتا بي اللي هو الحساس بتاع الديفرينشيل تمام طيب وبعدين هنا في عندي تمام اي ام داخل عندي اللي هو ايمرجانسي ستوب بيبقى هنا طبعا داخل على الكويل في سبلاي وراجع منه او طالع منه من الجزء بتاع وبعدين هيدخل على او الاشارات الرئيسية داخل على او هنا في عندي خاصة بالفان اللي هي حالة المروحة سواء كانت رن او ستوب بيبقى الحالة رقم واحد رن او ستوب اعرف منها الفان شغالة ولا لأ طيب شغالة على وضع ايه شغالة على وضع اوتو ولا مانيول اوبريشان ستيتس يبقى انا اعرف منها شغالة على وضع اوتو ولا اه مانيول برضو من خلال ديجيتال اه امبوت في عندي انالوج اوتبوت اللي هي الفان سواء كان او اوف كنترول التحكم في اه سرعة المروحة والموديوليشن او الموديتيشن فالف كنترول تمام ده خاص بالفالف بتاع الكنترول وده انالوج اوتبوت انالوج اوتبوت بعد كده في عندي ديجيتال اه امبوت اللي هو فان كويل فولت على ارور تمام ولو في ارور بعمل ستوب ده حالة الكماند بتاع المروحة او الفان ده بيبقى ديجيتال امبوت وفي بعد كده عندي انالوج امبوت اللي هو بقيس درجة الحرارة طبعا ده كله بيبقى المتحكم والحساسات ده بيبقى جزء من البلت ان كنترولر الخاص بالفان كويل يونت لو احنا بدأنا نشتغل بالتركيز شوية على الجزء بتاع الكنترول هتلاحظ هنا في عندي الشغل ده بيشتغل بالباكنت يعني انا هنا عندي الفان كويل يونت بوكس اهي ودي الفان كويل يونت فيها طبعا الموتور اللي هي المروحة فيه هنا عندي دخول تشيلد ووتر سابلاي و تشيلد ووتر اه ريتيرن وهنا عندي الكنترول الخاص بالفان الفان لو سبيد والفان ميديام سبيد والفان هاي سبيد يديني حالة حالة المروحة هل السرعة بتاعتها منخفضة او متوسطة او عالية والكولينج تمام اللي داخل هنا عندي على الموت كولينج استاند باي سواء كانت على وضع الاوتو الاوتو فيها عندي اوف او لو او ميديام او هاي بياخد السيجنالز بتاعته عشان يديني التلات اشارات اللو والميديام ويه الهاي وهنا بياخد على الكولينج ولا الوضع الاستاند باي هل هو في وضع الكولينج التبريد او وضع الاستاند باي هنا طبعا لما بيجي يربط مع ازر فان كويل يونت تمام اف سي يو وهنا داخل لي البروتوكول او الجزء اللي بيدخل على العملية التحكم او الكنترول اللي هو الباك نت انترفيس يبقى هنا فيها عندي باك نت انترفيس بيربط بين هذه الاف سي يو والاف سي يو اللي بعدها بنسميها باك نت اي بي او باك نت ام اس اوبر تي بي طيب المهم جدا دلوقتي ان انت هتطلع من دي دي سي الخاصة بالفان كويل يونت واربطها بالفيل ديفايس تمام اللي رايحة على المكونات اللي انا عايز ابدأ اتحكم فيها باربط طبعا الكلام ده بار اس ربعمائة خمسة وتمانين وبالتالي اقدر اتحكم في الفان كويل يونت بتاعتي يبقى احنا لو راجعنا كده على السريع الفان كويل يونت معناها فان مروحة كويل يعني ملف ويونت وحدة هي شبه تمام بتبقى منتشرة باعداد كبيرة في الموقع فان يبقى انا عبارة عن مروحة بتضخ الهوى او بتسحب الهوى وكويل معناها ملف تبريد او تسخين وشفنا الاشكال المختلفة المكونات الرئيسية بتاعت الفان كويل يونت رقم واحد الموتور رقم اتنين الكولينج كويل والفان اللي هي المروحة والدرين بين اللي هي بينزل فيها المية المكسفة بتاعت الفان كويل يونت ليها اشكال الكاسيت والهوريزينتال ليها شكلين تمام سواء كانت تمام بالشكل رقم اتنين او تلاتة وفي عندي تمام فيه وفيه اللي هي الظاهرة دي فيه عندك برضو فيه وفيه طيب احنا كBMS لازم نبقى عارفين اهم حتى في الشرح ده ان فيه داخل بيجي مع الفان كويل يونت بلت ان بلت ان دي دي سي كنترولر الدي دي سي كنترولر ده بربط بين اف سي يو واف سي يو تانية من خلال هذا الدي دي سي كنترولر او بربطها بدي دي سي بانيل تمام عشان اتحكم في بيئة الانظمة من خلال ربعمية خمسة وتمانين لو فكينا الجزء ده من الداخل هنلاقي شكل بالشكل ده يبقى انا هنا بشوف شكل الكنترولر البلت ان وشوفنا الخاص بالفان كويل يونت زي ما قلنا مهم جدا اللوكل ميكانيكال كنترول والاشارات الخاصة بالفان كويل يونت شبه محاضرة بالزبط تمام وهتشوف ان كل الاجزاء دي بتبقى بلت ان مع الفان كويل يونت واشوفكم في محاضرات تانية كتير خاصة باذن الله تعالى بالبي ام اس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته